بسم الله الرحمن الرحيم بنواصل كلامنا في الحبليات وأسماك العظمية ونتكلم في جهاز التنفسي على آلية التنفس في سامكة البلطي أو Respiratory Mechanism يتنفس البلطي زي ما احنا شايفين كده عن طريق إدخال طيار من الماء إلى فتحة الفم وبعد الفتحة الفم يمر إلى الخارج عن طريق البلعوم مرن به الخيشين أثناء مرور الماء داع للخيشين بيحصل تبادل غازات ما بين الدم وما بين الموجود في الخيشين وما بين المية من تركيز الأعلى لتركيز الأقل عن طريق عمليات الديفيوجن تأثر عملية الشهيق بحركة غتاء الخيشين للخارج وهبوط قاع الفم إلى أسفل طيب يبقى أنا الوقتي أقولي الميكانيزم الوقتي علشان يحصل عملية الشهيق نحن مطلوب أن المية ترخل للفم طب عشان المية ترخل للفم لازم يكون ضغط المية في الفم أقل من الخارج عشان يحصل أن الضغط داي اللازم يحصل له التساع شوية التساع ازاي أن يحصل أول حاجة نعمل عملية غلق لغطاء الخيشين عشان ما ما تخرجشي تاني حاجة أن يحصل انخفاض فقاع الفم يحصل التساع في التجويف الفمي البلعومي وبالتالي ندفع الماء من فتحة الفم إلى الداخل يمتد غشاء غطاء الخيشين ليغلق الفتحة الخيشومية الخلفية يمنع خروج طيار الماء من الحجرة الخيشومية للخارج تتم عملية الزفير عندما تتحرك أغطية الخيشين للداخل وارتفع قاع الفم إلى مرة أخرى الأعلى يبقى أنا عشان ما يتخرج لازم الضغط في تجويف الفم للعوم يزيد يزيد زي أن بدلا ما كان التجويف ده نزل لأسفل لا يرجع تاني بالضبط كده زي الحجاب الحاجز ما بيحصل في الريئتين بتاعت الجسم الإنسان عشان يحصل إيه يتنفذ يرتفع قاع الفم وأكنه الحجاب الحاجز يدفع الماء للخارج عن طريق تجويف الخيشومية وفوق الخيشيم للخارج وبالتالي يحصل تبادل الغزة يبقى أنا عندي الوقت الشهيق والزفير أنا هعمل الأول عملية الشهيق الشهيق اللي هو بسموه انسباريشن انسباريشن عملية الشهيق دخول الماء من الخارج يبقى لازم الفم يفتح الفم بعد كده تجويف الفم البلعومي قولنا يتمدد وغطاء الخيشيم لازم يغلق بعد قاع الفم يرتفع لأعلى زي ما قلتلك داية بعتبر زي الحجاب الحاجز عندك في الإنسان يعني ضغط الداخل الفم بيزيد الماء يندفع للخارج يتم التحكم في اتجاه الطيار التنفسي عن طريق زوج من الثانيات الغشائية العرضية تسمى صممات الفمية داخل الفم واحدة من هما متصلة بسقف الفم والاخر بقاع الفم تقفل طبعا لان مفيش لبس مفيش شفايف هذا الغطاء هزا اذان الصممات يتمددان اللي يمنعه خروج غطار الماء من الفم مرة اخرى عندما نضغط عليهم الماء يعني دي عشان يبقى اتجاه الفم بالشكل دا كده الخيشيم يبقى اتجاه الماء للداخل وقلنا الغشية اللي هنا تبنى عن الماء تخرج في اتجاه المعاكس لجا لا يجد الماء طريقا غير انه يدخل فين في البلعوم عشان يعدي ويمر فوق الخيشيم يبقى ده الفتحة الفم وده الصمام اللي قلنا عنه اللي ده بيقفل كده الماء يترخل كده هتلاقي هنا الايه الاغطية مقفولة يبقى اغطاء الخيشيم يتقفل فتحة الفم مفتوحة قاع الفم ينضغط الاسفل او يتحرك الاسفل يزيل يحصل التساع وتمدد يبقى اللي الضغط يندفع الماء للداخل في الخيشيم الخطوة التانية انا هقفل هنا الايه الفم واقفل الايه اللي هي الصمام الموجود ده وافتح غطاء الايه الخيشيم يتحرك القاع الفم الاعلى يندفع الماء حلال الايه الخيشيم يحصل تبادل الغازاتيبه ده الشهيق وده الزفير هذا الشهيق وده الزفير اشتركوا في القناة و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته